في الشأن الاقتصادي من المنتظر أن تتلقى أوكرانيا في فبراير المقبل شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي وحجمها مليار دولار بحسب تصريحات رئيس البنك المركزي الأوكراني فاليريا هونتارييفا ووفقا لرئيسة البنك فإنه بفضل التعاون مع المؤسسة المالية الدولية فإن احتياطيات البلاد خلال العام الجاري ستشهد زيادة إلى نحو 21 مليار دولار هونتارييفا أشارت إلى أن حجم الاحتياطيات حاليا في حدود 15 مليار دولار وتتوقع أن تشهد البلاد نموا بنسبة 3% وأن تكون نسبة تضخم عند حدود 9% قطر انتهاج سياسة مالية خاطئة أيضا وعلى وجه الخصوص الزيادة الكبيرة في حصص المساعدات الاجتماعية أكثر من المتفق عليه وكانت أوكرانيا قد بدأت التعاون مع صندوق النقد الدولي في مارس من العام 2015 حيث اعتمد الصندوق برنامج مساعدات مالية لكييف بقيمة 17 مليار دولار ونصف المليار تلقت منها أوكرانيا حتى الآن 7 مليارات و700 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر